من حقك تفرح، من حقك تفخر بإنجاز النادي الأهلي الأميرة السمراء، الكأس الغالية الكأس الأكثر والأعلى مقاماً في قارة إفريقيا مبروك تتويج رقم 12 احتفالات جماهير النادي الأهلي وفرحتهم بالبطولة السنة دي غير زي ما تكلمنا على مدار الأيام الأخيرة وبالنسبة لي أنا شخصياً يعني أنا بحس الحياة بما أن أنا جزء من المنظومة وبفتخر بانتماء النادي الأهلي كان مشجع قبل ما يكون بنتمي لشاشة النادي الأهلي ده إنجاز بالنسبة لي كبير جداً بدايةً لازم أشكر كل القائمين عليه بدايةً من مجلس إدارة النادي الأهلي الرغم صعوبات كتيرة جداً يمكن عشان منظومة الأهلي ما بتتكلمش في ده أو ما بتركز على ده بشكل كبير لكن عنده القدر على تعامل مع كم كبير جداً من المشكلات ومن الصعوبات الخاصة بتنظيم المسابعات الخاصة با عدد المباريات الخاصة با رحلات سفر كل ده البطولات دي جاية يعني نتيجة مجهود كبير جداً جداً يمكن الجماهير في النهاية ما بيبقاش لها غير الفرحة لكن الناس اللي تعبت والناس اللي بزلت مجهود كبير جداً عشان الأهلي يتحط في المكانة دي لعالم كله النهاردة بيتكلم على مكانة النادي الأهلي وعلى اسم النادي الأهلي وعلى سيطارة النادي الأهلي على قارة مش من السهل أبداً أنك أنت تفرض سيطارتك عليها وده اللي حاصل حقيقة في تتويج الأهلي بالبطولة الأخيرة لمجل استدارة النادي الأهلي بالكامل كل القائمين على النشاط الرياضي جهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة ميسر مارسل كولر تحمل في أوقات كتير جداً ظروف صعبة نجوم النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي طبعاً بالتأكيد صاحبة فضل كبير جداً في تحقي اللقب ده بالنسبة لي أنا أكون أن في فترة أربع سنين هي عمر خمس مواسم وده تترجم لحاجات كتيرة جداً يعني إيه يتلاعب خمس مواسم يشارك فيهم الأهلي في بطولات كسعالم ويشارك فيهم النادي الأهلي في بطولات محلية ويشارك فيهم الأهلي في بطولات قرية ويكون الأهلي قادر على وصول للفاينال أفريقيا خمس مرات يتوق بيهم بأربع ألقاب ده شيء صعب جداً ما فيش حد يقدر يعمله غير النادي الأهلي بجد مش عشان بحبه وعشان بنتمي ليه وعشان بفخر أن أنا واحد من جماهيره لكن حقيقة لغة الأرقام لا تجذب ولا تتجمع النهاردة بتتكلم على بطولة استثنائية على كل المستويات سيبك من الصعوبات وصيبك من مشقة وصيبك من توقيت البطولة وصيبك من ظروف المواجهات اللي بتأكيد جداً بتلعب مع كبار أفريقيا بالنسبة لي أنا أن أنا أشيل الكاس دي أربع مرات في أربع سنوات في خمس مواسم ده إنجاز كبير جداً يحسسني قد إيه أنه أن أنا نتمي لكيان كبير جداً زي النادي الأهلي كان شيء يعني الحقيقة كل الناس استحلم به وأنا أوثق النهاردة إنه